نهاردة أحمد حسن كوكا متفهمش وكان سيء الحظ ولا كان حظه حلو أحمد حسن كوكا في 27 دقيقة درامية في مباراة فريقه ألانيا سبور أمام وي سبور في دور الـ 32 من كأس تركيا أهضر رجل الجزاء في دقيقة 58 وبعدها قدر أنه هو يسجل هدف يسجل هدف بعدها أضاع ضربة جزاء تانية يعني فيه ضربة جزاء ضاعت أنا ناخد ضربة الجزاء التانية ديت ضاعت سجل هدف وبعد كده الهدف اللي سجله ده كان هدف فوز فريقه 2-1 وهدف سعود فريقه في الكأس التركي بعد كده الفريق اتعادل معاهم 2-2 ولعبوا وقت إضافي وقدروا يفوزوا في النهاية عشان أحمد حسن كوكا يرجع سعيد الحظ ويفوز فريقه 3-2 وهنا أحمد حسن كوكا بيعتذر لجماهير فريقه على إضاءة ضربتين جزاء ولكنه سجل هدف وفريقه صعد في النهاية وده الأهم اشتركوا في القناة